تتواصل فعاليات مهرجان القاهرة الدولية للتمور بحديقة الأرمان النباتية بالجيزة تحت شعار زراعة اليوم صناعة الغد تأتي الفعاليات في إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور بأتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة ما بين التمر السوي والبرتمودة والمجدول وغيره من الانتاج المميز لمحافظات مصر تجده هنا بمهرجان القاهرة الدولي للتمور الذي يقام خلال الفترة من الأول وحتى السابع من مارس تحت شعار زراعة اليوم صناعة الغد حيث يسلط الدوء على أنواع التمور المتنوعة التي تحتل بها مصر المرتبة الأولى بنسبة ثمانية عشر بالمئة من الانتاج العالمي مشاركين للسنة التالتة في مهرجان القاهرة للتمور السنة دي يمكن دخلين بصناف جديدة منها البلح الناشف والبلح الفريحي بأنواعه زي السلطاني والفرش والمجدول المجدول للوحاة البحرية يعني مشارك معنا السنة دي نهارد عندنا أكتر من خمسين عارض من كل محافظات مصر وبعض دول عربية زي ليبيا والسعودية والسودان شعار المهرجان السنة دي زراعة اليوم صناعة الغد مصر زي ما كتير من المشاهدين ما يعرفوش نحن أكبر دولة منتجة للتمور في العالم الهدف الأصيل من إقامة المهرجان رقم واحد زيادة التوعية المجتمعية بأهمية التمور لجودة حياة الإنسان والحاجة الثانية المهمة جدا نحن نتكلم على زيادة تصدير التمور المصرية كأكبر منتج للتمور على مستوى الأمة العربية ومستوى العالم المهرجان يشارك فيه ما يصل إلى 70 منتجا وشركة متخصصة وخبراء من مصر إضافة إلى مشاركات للدول العربية في كل ما يخص الإنتاج التمرية بداية من الشتلات والإنتاج الزراعي ووصولا إلى المنتج النهائي إضافة إلى الابتكارات الجديدة كسكر التمر والدبس المصنوع من التمر أيضا عاملين تمور تانية بتبقى كويسة جدا شايلين منها النواة وحطين فيها لوز دي بقى عشان الأطفال اللي مش بتحب البلح فبتشجع أن الأطفال تحب البلح دي ثالث سنة نحن نشاركه هنا وجابين أنه وقع تمور من ليبيا تمور حلوة دقلة النور وتمر حمراية وجابين بسيسة خلطات ليبيا وتكرا وجابين يعني شوية منتجات نعرض فيها هنا جينا بدور خدمي إحنا مزاي كل المعارضين إحنا بنعرضش منتج إحنا بنعرضش حاجة استهلاكية إحنا بنعرض الخدمات بتاعتنا في الدرات المشاريع الزراعية إن إحنا بنستهدف إن إحنا نركر الزراعية من النخيل في مصر النية وفي ازدياد إقبال من الجمهور الذي يحصل على المنتج من المصدر مباشرة بتخفيضات كبيرة بموسم شراء التمور وذلك مع اقتراب الشهر الفضيل يوفر سلع كتير مختلفة أسعارها هيلة بالنسبة لبرة لو قلنا البلح اللي هو أبسط حاجة بيفرق كتير كركة دي التمر في صف الأسعار بتخلق فرصة للأسعار والمعرض حل وجميل تنظيم حل ناس مبسوطة شايف كل الناس شارية حاجة بسم الله حلو مهرجان القاهرة الدولية للتمور يأتي في إطار الخطة التي تقوم بها الدولة للنهوض وتنمية هذا القطاع الواعد الذي ينتظر خلال سنتين عائدا ضخما من الانتاج التمرية للمبادرة الرئاسية لزراعة مليوني نخلة سالي سالم التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر